ومبروك لكم اليوم ماجي جابتنا التصاميم الجديدة والخاصة بهالوين 2024 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتابعينا الكرام مرحب فيكم قناة سلام للألعاب رحب فيكم دائما وكذلك رحب فيكم بكل جديد وكل الأخبار الجديدة عن هاي دي رح تحصلونها على صفحة القناة أول بأول وحيانا بعد قبل ما توصل الأخبار تكون موجودة عندنا وأنبينها لكم حتى تستعدون في مزارعكم وتستمتعون فيها بالأمس كان فيه منشور في المنتدى تم نشره وكنت أبين لكم بأن كم التكلفة العامة للتصميم الجديد لمبنى المزرعة والشاحنة والمتجر الجانبي من عدد مجوهرات وأموال وكذلك من عدد قسائم أنتوا رح تحتاجونها واللي شاف المنشور أتوقع أنه استعد وحاول يستعد وراح يشوف اليوم معاكم التفصيل بالضبط لكل واحد من هذه التصاميم كم رح يكلف سواء كان مبنى المزرعة أو الشاحنة وكذلك المزر الجانب رح يشوف معاكم كذلك اليوم وش عندنا من حدث وكذلك رح يشوف معاكم اليوم تطوير للحضيرة وكذلك رح نشوف معاكم أحد المميزات الجديدة اللي تم إضافتها من هايديا بعد التحديث الجديد وهي كيف ننتقل من أي مكان للآلة بنفس المنتج اللي إحنا محتاجين نقوم بعمله بالأول ما كان بالطريقة هذه ولكن حاليا فيه تطوير جديد أحداث هايديا للأسبوع تقريبا للـ 42 بتكون من يوم 14 إلى اللي هو اليوم إلى يوم 20 الأثنين حدث عجلة الحض قطع اللغز الثلاثة حدث ضعف الأموال لطلبات الشاحنة الأربعاء حدث انتاجية ثلاث آلات عشوائية بنسبة 20% الخميس حدث بيع الزينات لزوار المزرعة الجمعة حدث للبحيرة تسريع انتاجية الطعوم 30% زائد حدث ضعف نقاط مهام الفارنباس يوم السبت حدث لطلبات زوار البلدة ضعف نقاط الخبرة والسمعة يوم الأحد تعزيز انتاجية ثلاث أشجار للفواكه عشوائية الأحداث القادمة عندنا حدث عالمي للقارب يوم 17 اكتوبر وكذلك حدث هدايا مزرعة كريغ راح نزور مزرعة كريغ وراح نتعرف ونشوف هذا الحدث الديربي القادم هو ديربي عادي ولكن ديربينا ديربي اراني بالاسترخاء انتهى وراح نشوفه كذلك معكم خلونا نروح اول شي نشوف حاليا التصاميم الموجودة عند ماجي يلا يا ماجي شكرا لك جددتي تواجدك مع ان اليوم عندك عطلة لكن اليوم هي متواجدة ليش متواجدة عشان تفرينا وتخلينا نصمم التصاميم الجديدة لمبنى المزرعة والشاحنة والمجر لهذا اليوم خلونا ناخذ من ماجي ايوه وصل 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 هذا هو هالوين الفين واربع عشرين المبنى بالكامل للمزرعة راح يكلفنا ثلاثين مجوهرة واربعين الف من الاموال وعشرين قسيمة خضرة وعشرة قسيمة زرق نغير نعم نغير يلا يا بناء ماجي خلونا نروح نشوف وهذا المبنى تم تقييره الان يا سلام جدا رائع وحتى شكله يوحي الى انه مخيف حاطين لدرج من الخارج ومدخنه شكله جديد وشكله من العصور الوسطى كأنه من المباني العصور الوسطى ولكن بلون جديد ومختلف وهو اللون البنفسجي الوردي والازرق القامق تقريبا اوكي خلونا نروح نشوف الشاحنة الان تغيير الشاحنة الشاحنة راح تاخذ عشرين مجوهرة وراح تاخذ عشرة قسائم بنفسجية وثلاثين الف من الاموال يلا بنا حلوة جميلة رائعة يلا هذه الشاحنة يا سلام جدا رائعة والله جميلة 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 جدا خلونا نرسلها بطلب قصير طبعا ما انا مستعد كثير طلب قصير للشاحنة اوكي ممتاز 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 هذه بخصوص تغيير الشاحنة وغيرنا المبنى الان باقي علينا المتجر طبعا بعض الاصدقاء يكون اه ما متوفر معاهم المجوهرات وانا معاهم نقول كان الله في عونهم اوكي عندنا هالوين الفين واربعا وعشرين هذه الاستاندات بالشموع وعندنا الاستاند الخاص للعرض عرض البضاعة وعندنا القاعدة اه ال اه راح خمسة راح ياخذ علينا التغيير هذا خمسة ثلاثين الف من الاموال وعشرين مجوهرة وعشرة قسيمة زرقاء وثلاثة قسائم ذهبية البناء نعم البناء يلا ماجي الان قامت بالبناء والتغيير للمتجر الجانبي اوكي خلصنا شوفوا حتى شكله ما فيه مظلة ولا فيه اي شيء ولكن شكله جدا رعا غيرنا الجميع ايها الاصدقاء من التصاميم وحاليا مبروك لنا ومبروك لكم اليوم ماجي جابت لنا التصاميم الجديدة والخاصة بهالوين الفين واربع وعشرين خلص رح نشوف الاحداث معاكم الاحداث اليوم عندنا قطعة لغز لعجلة الحظ واما حدث قارب هالوين فهو مستمر معنا باقي فيه ثمنتعش يوم والالة الخاصة بحلوة الهالوين كذلك مستمر معنا مدة ثمنتعش يوم مع القارب وراح يستمرون معنا حتى وقت اخر رح يكون عندنا حدث عالمي ايها الاصدقاء يوم سبعطعش على القارب وراح نشوف هذا معاكم ان شاء الله بإذن الله خلونا نروح نشوف مزرعة غريغ ما عندي تفاصيل كثيرة عن مزرعة غريغ ولكن نعرف ان الحدث اليوم رح يبتدي وهو يوم اربع طعش حتى نتأكد طبعا غريغ من امس تقريبا او من كذا هو بدت معنا الان الجوائز وهدايا مزرعة غريغ طبعا هذه اول هدية نشوفها معنا رقم واحد خلونا نشوف بعد وين اماكن الهدايا هذه رقم اربعة موجودة هنا وبعد بعد 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 الهدايا واضحة كان بودنا نعرفها كلها لكن وش بالضبط هذه رقم ستة حصلناها ماهو بالتسلسل ولكن معليش اصحابنا بامكاننا نبحث عنها هذه وحدة لا هذه رقم اربعة اللي قبل شوي شفناها وهذه رقم اثنين اوكي ممتاز وهذه رقم ثلاثة ممتاز رقم ثلاثة رقم اربعة شفناها رقم ستة شفناها رقم خمسة ما شفناها الى الان رقم خمسة اين هي رقم خمسة يبدو في الارض الجانبية حتى نعرف كم هو يوم لما نعرف الارقام ها ثمانية معناتها الحدث راح يستمر معنا مدة ثمانة ايام رقم خمسة هنا موجودة باقي رقم سبعة رقم سبعة رقم سبعة اين انت يا رقم سبعة للأسف المفترض نشوفه احنا الان عرفنا تقريبا هو الحدث راح يستمر معنا مدة ثمانة ايام اللي هو حدث هدايا مزرعة كريك رقم سبعة ها هذه رقم سبعة تقريبا خلاص العدد بالكامل كشفناه لكم الان وموجود عندنا نقدر ناخذ الهدية الاولانية ولكن وش هي الهدايا في مزرعة كريك ما ندري تعتبر هي مفاجآت خلونا ناخذ معاكم اول هدية الان وفي الغد الثانية واللي بعده الثالثة واللي بعده الرابعة والخامسة والسادسة حتى مدة ثمانة ايام كل يوم تأخذون وتحصلون على هدية واحدة من مزرعة كريك لازم تزرون مزرعة كريك اوكي خمس مجوهرات كويس ممتاز اه ما قصر عطونا خمس مجوهرات شكرا لك يا كريك خلونا نرجع اصدقانا الى اه الاحداث اللي موجودة عندنا لأ عندنا تطوير الحضيرة خلونا نطور الحضيرة قبل ما ننسى وكذلك نوريكم الحاجة اللي موجودة اوكي الحضيرة راح تكون سبعالاف واربعمية وان شاء الله راح نستمر لما تتوفر عندنا الكثير من ادوات تطوير وتوسعات الحضيرة نطور باسم الله طورناها والعدد اللي كان موجود في الحضيرة اه يعني انخفض كثير لانه كان مطلوب علي 180 لكل ادات من ادوات تطوير وتوسعات الحضيرة فهذا عدد كبير خلونا نجي معاكم الان الى الشغلة ودي اوليكم ياه واحدة من التطويرات الجديدة اللي مرت علينا بصراحة كنا من الاول لما ندخل على المتجر او على الطلبات او على اي مكان اه نقدر نضع على اي منتج ناقص عندنا احنا بالسهم نقدر ننتقل حتى من المباني اتوقع الى الفطاير فيها عدد كبير وتقدر تتحرك وتتنقل من المنتجات عن طريق الاسهم راح هذا يودينا مباشرة على فطيرة الشوكولاتة بالاول لما كنا ننتقل عن طريق السهم كنا ننتقل الى الالة نفسها ويبتدي معانا من اول منتجات موجودة في الالة واحنا علينا نروح نبحث عن نفس المنتج اللي احنا كنا محتاجين الان لا يوديك مباشرة الى نفس المنتج الى نفس المنتج شوفوا كيف ودانا الى نفس المنتج مباشرة بعكس الاول كان يرسلنا على الالة يعني يرسلنا على بداية بداية الالة وانت روح ابحث عن المنتج اللي انت محتاجه لكن الان الوضع اختلف وصار اسهل مع التحديث الجديد طيب احنا نبقى كعكة تكون بالاخير بالصفحات الاخيرة وعادة راح تكون كعكة ممكن كعكة الفواكه كعكة الليمون فهو راح يرسلنا مباشرة الى الاخير كعكة الرمان كذلك اخر وحدة خلونا نروح ننتقل لها شوفتوا كيف جابنا على طول مباشرة لكعكة الرمان في الصفحة الاخيرة من الكعكات ما جابنا على اول وحدة شوفوا ثلاثة من ثلاثة لكن لو جينا واحد من ثلاثة الصفحات نجي على اول صفحة الاول كان يجيبنا على اول صفحة ويتركنا نبحث عن الصفحة اللي فيها نفس المنتج اللي احنا محتاجين نروح نشوف المتجر هل في شي اليوم المتجر اليوم في قبعات اضافية في قبعات الجائزة اليومية تقدر تأخذهم عن طريق مشاهدة السينما وعندك هنا خمسين قبعة تقدر تأخذهم بدولارين فاصلة تسعة وتسعين وعندنا كذلك عشرين قبعة بتسعة وثلاثين مجوهرة وعندنا عشرين قبعة مجانية قبعة هلوين خلونا ناخذ العشرين المجانية بالنسبة للكتالوج اي الاصدقاء راح يختفي معانا بعد يوم يعني فقط اليوم راح يختفي وتجدد معانا اتوقع زينات جديدة اللي وده ياخذ من بعض الزينات هذه فليسارع وياخذ وكذلك حتى الادوات اللي موجودة عندنا هنا لتطوير المزرعة على مختلف انواعها كذلك راح تختفي وراح تجدد غيرها تفتح معانا شفتوا اللي بعده صفحة 12 صفحة 13 راح تفتح معانا زينات جديدة ولكن راح تظهر متى بكرة بعد ما تختفي هذهك راح تبان معانا وكذلك راح يبان معانا مختلف من الادوات وعندنا صفحة 22 صفحة 23 كذلك هناك في زينات اخرى راح تفتح معانا في الايام القادمة واتوقع احنا نقول الى الامام معاكم دائما مع هايد اتمنى لكم التوفيق اياها الاصدقاء وان شاء الله بذل الله تتوفقون ببناء التصاميم الجديدة والخاصة بمبنى المزرعة والشاحنة والمتجر الجانبي لموسم هالوين 2024 من ماجي الان لا تنسون تعليقات ولا تنسون اللايك ولا تنسون الاشتراك في القناة شكرا لكم من قناة السلام استودعكم الله ومع السلام